السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله فضل معكم مهندس اسلام جميل وتصميم المتشاهد المعدنية الحمد لله الحمد لله بعد حضركة شمانسين الحمد لله رب العالمين منتهينا من الجزئية الخاصة بالستيكال سيستم واخترنا افضل نظام وتم عمل ابروفال عليه بنان على اللي سبيسنج اللي المالك عم احتاجها وبنان على فكري كمهندس انشائي اخب بالي من الجزئة دي قوي جدا قبل معامل ديزاين خلاص عملنا ابروفال وبدأنا نشتغل على الستيكال سيستم ده هندخل على المرحلة التانية الا وهي مرحلة الاناليست اند ديزاين ان انا محتاج اعمل تصميم المشروع الموجود عندي اول برنامج واكتر برنامج انا بحبه في تصميم برنامج الروبوت لما نشوف مع بعض البرنامج ده وامكانياته وخصوصا في الجزء الخاص بالديزاين هنعرف ان البرنامج رهيب جدا جدا في الستيكال عندنا فنبدأ اول حاجة دي شكل واجهة البرنامج بالشكل قدامنا دي كيفش مهنسين نيو لو انا محتاج افتح فايل جديد اوبين بروجيكت لو انا عندي مشروع انا اشتغلته على الروبوت او حد بعتلي مشروع معمول على برنامج روبوت وعايز افتحه على البرنامج هقول له نيو البرنامج هيجيبلي الحاجات اللي بيقدر يتعامل معها فيقدر يتعامل مع بلدنج ديزاين اي حاجة انت بحتاج تعمل ديزاين لها البرنامج بيقدر يعملها بمنتغه سهوله انا في الستيكال بختار الحاجتين دول ياما ديزاين بلدنج ياما بختار فريم سري دي هيفري معي في ايه هيفري معي بس فقط في الشكل لو انا فتحت البيلدنج ديزاين هلاحظ ادي الشكل بتاعي بيديني البيلان في تاب وبيديني البيو بتاعي سري دي في تاب تانية لوحدها غير الشورت قط البرنامج بيقدر يتعامل معها سواء كان كونكريت سواء كان استيكال وطبعا الادوار عندنا بتكون ستوريز كزي مبنى كاني بتعامل مع بمده بالظبط اهو دور اثنين تلاتة اربعة وهكذا طيب لو انا قلت له فايل نيو واخترت سري دي فريم عشان نشوف الفرق هلاحظ هي تاب واحدة فيها سري دي وفيها تو دي اقدر اجيب تو دي وادر اجيب سري دي بمنتغه السهولي هلاحظ ان الجزء الخاص بالكونكريت تلغى عندي من هنا من الجنب من هنا مبقاش موجود مديني ان انا ارسم بالبار فتلاقي شورت قط قالت شوية كمان التعامل هنا يكون باستخدام الزد ان انا بتعامل بإليفيجن في الزد مش استوريز فدي او دي مش فاري معي احنا هنتعلم البرنامج واتسواء دي او دي هتقدر تتعامل مع البرنامج اول ما بفتح البرنامج بشوانسين اول خطة بعملها ان انا بزبط ادادات البرنامج بتاعي فبروح الى قايمة تولز بروح الى بريفرانسز بريفرانسز دي اهم نقطة عندي الانجوج اختار البلد اللي انا هشتغل عليها دي هتفدني في ايه بشواندس هتفدني لو حضرتك شغال بالكود الامريكي ومجرد ما بتختار يونايت ستيت حضرتك اوتوماتيك الكود الدزاين بتحاول للكود الامريكي المواصفات كلها للمواصفات الامريكية الاحمال للاحمال بالكود الامريكي كل حاجة بتخص امريكا بتروح تجيلك جوا البرنامج بشواندس انا شغال بالكود الاوربي سيادتك لو نزلت اختار فقط بس اليورو كود اوتوماتيك كل حاجة هتتغير هتلاقي الكود الدزاين هو الكود الاوروبي مواصفات الاوروبية وكل حاجة فحاليا انا هختار في الكورس بتاعنا هختار هنبدأ اول لفل عندنا بالكود الامريكي وان شاء الله يكون فيه كورس تاني للكود الاوروبي الانجويتش طبعا هي الانجويتش رقم واحد على مستوى العالم الانجليش مفروض اللغة العربية ولكن الحمد لله رب العالمين مش ملهاش يعني يصيد في كل حاجة زي اللغة الانجليزية ان شاء الله باذن الله تبقى افضل وترجع لمكانتها الاولى باذن الله تاني باذن الله تعالى فنختار اللغة الانجليزية وبعد كده اقوله اكسب تاني حاجة بخش على قائمة تولز بخش على جوب ريفرانسيز جوب ريفرانسيز دي مش مهانسين عشان زي ما انا قلت لحضراتكم لما اختارت الكود الامريكي زي ما حضراتكم شايفين كل حاجة تخص الكود الامريكي جد معادة طبعا اليورو هنا في الستيل كونكشن عشان للأسف البرنامج الكود الوحيد اللي موجود فيه تصميم الكونكشن هو الكود الاوروبي مش موجود الكود الامريكي هروح اول حاجة على اليونيتس اند فورمات بختار المتريك يونيتس اللي هي الكيلو نيوتن والمتر والميلي وهكذا الامباريال اللي هي المقصود الفيت والانج والباوند وهكذا فاختار المتريكي وقول له ياس الوحدات المتري لو حداك عايز تعد الحاجة ولا يكون الاستراكشور ديمينشن السيكشن ديمينشن انا بحب دايما السيكشن ديمينشن يكون بالميلي انا شغال ستيل فطبعا اكتر حاجة بالنسبة لها تبقى الميلي نفس الكلام الفورسز بالكيلو نيوتن السترسز انا بحب اخليها من بيجا باسكال لنيوتن على المليميتر سكوير بالشكل اذا 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 احاك عايز تعدل في الدسبلسمنت وتظهر بواحدات اي الدسبلسمنت بالسانتي ولا بالميلي زي ما انت عايز تمبريتشر الويت الماس كل حاجة تقدر تعدلها بونتات سهولة الماتيريال مهمة جدا عندنا ومن ضمن الميزائي ببرنامج الروبوت ان الراجل ده مش مجرد مقتصر على ان انا بصمم بحاجة معينة بمعنى انا دلوقات اخترتله المواصفة الامريكية يعني انا بقول له انا اصمم بالامريكان ستاندر هلاحظ ان البرنامج يقول لي انت تقدر رغم ان انت هتصمم بالكود الامريكي ان انت تستخدم ماتيريال وليكن اوروبية اليورو ستاندر مثلا فين اليورو اد اليورو بالشكل يعني اقدر استخدم ماتيريال اسمتر 75 اجهاد اسمتر 75 اقدر استخدم الكونكريت لو هي سلندر 30 ميجا باسكال او 37 لو هي كيوبك ماشي اقدر اعمل موديفكيشن اخش عدل واعمل ماتيريال جديدة خالص لو انا عايز اعمل ماتيريال اسميها مثلا مثلا زي عندنا في تماصر مثلا عندنا حديد اسموستيل 37 او اثنين وخمسين وهكذا اقدر اعد لنا كل حاجة يوصن ريشيو يونج اليونج موديلس الشير موديلس اليونج اسميسي احنا عندنا مثلا بي تمانية وسائة 7.85 من مية ليطن على المتر مكعب او 78 كيلولتن على المتر مكعب الكاريكتريستيك بتاعتك الجهائب بتاعنا مثلا الحديد 37 عندنا اثنين بوينت اربعة ليه امتين واربعين ميجا باسكال وهكذا اقدر اسميه في الديسكريبشن هنا وصف ليها اقول له ان ده ستيل 37 جريد مسلا اثنين بوينت اربعة طن على سنتيمتر سكوير اف التمت تلاتة بوينت ستة عشان انا بقى فاكر طن على سنتيمتر سكوير بالشكل انا اقول له اد واقدر استخدمها بمنتهى سهولة من هنا ستيل 37 يعني البرنامج بيديك كل الاتاحة اللي انت تقدر تستخدمها هدخل على بتاعنا واروح لمن ضمن اختار المواصفة اللي انت تستخدمها كمان البرنامج بيقولك انت مش مشترط ان انت تستخدم الامريكال تقدر حضرتك تضيف وليكن انا بستخدم اختار من هنا اليورو بالشكل ده بختار البرتش ستاندر اقدر اجيب من هنا البرنامج بيديك اتاحة في كل حاجة اللي عندنا احمال متحركة زي احمال الكباري فبستخدم الاشتو وهكذا الانكور الانفورسمنت تقدر تضيف كل حاجة الديزاين كود زي ما احنا هنا بشوانسين انا بصمم بالكود الامريكي الستيل كونيكشن هي بالكود الاوروبي عشان انا اختارت بس امريكا فهو اوتوماتيك البرنامج جابلي كل حاجة عنده بيستردام كود الاحمال سواء شغال LRFD او شغال ESD تقدر تختار ما بينهم انا هشتغل LRFD الاسنو احمال السنو و الويند تقدر تشتغل عليه اوتوماتيك من الكود الامريكي وتقدر تحدد انهم وصفة منه سايز ميكلود تقدر تختاره او تختار الIPC الذي انت محتاج تشتغل عليه وهكذا اقول له اوكي بالشكل ده احنا كده عملنا مقدمة على البرنامج التعامل معي واول حاجة لازم احدد له الريجون ولازم احدد له البرامتر اللي انا هشتغل عليها مهمة جدا الخطوة دي شكل بتاع البرنامج فايل زي الخطوات اللي هي بتاع اي برنامج تعرف تتعامل معها قايمة جيومتري زي برامج ساي اللي هي بتشابه لقايمة وقايمة اساين قايمتين في بعض دول موجودين عندنا هنا جوا البرنامج قايمة لوتز عشان اتعامل مع الاحمال اناليسيز عشان اعمل اناليسيز بانواعه سواء كنت هعمل لينيور كل المواصفات ان شاء الله في الاناليسيز اللي احنا هنحتاجها هنتكلم معنا باذن الله تعالى الريزلط لو انا عاوز اخرج نتائج بتاع اي حاجه الديزاين لو انا عاوز اعمل التصميم وده هنشوف ان شاء الله وانشوف امكانيات البرنامج خصوصا في الديزاين دي وجهه البرنامج اللي احنا نتعامل معه باش فانسين وده شورت كات بعض شورت كات اللي احنا نتعامل معه ده لو انا عايز اتعامل في 3D لو انا عايز اصهر اي حاجه في 2D او درجبها من هنا xyxz وهكذا بالشكل دك كلا بشمانسين